مشاهدين نحن هنا في بلدة عيترون في القطاع الأوسط جنوبي لبنان هذه البلدة التي تتعرض بشكل يومي لقصف إسرائيلي إما بالمدفعية أو بصواريخ المسيرات أو بالغارات الجوية الدمار في هذه البلدة كبير هذه البلدة جغرافيا تقع على شريط الحدود مباشرة قبالت مجموعة من المواقع الإسرائيلية أبرزها موقع المالكية إضافة إلى موقع بياض بليدة ومواقع أخرى بطبيعة الحال الدمار في هذه البلدة كما ذكرت وكما تشاهدون الآن على الشاشة كبير جدا عشرات المباني تعرضت للتدمير الممنهج وأيضا عشرات المباني الأخرى لحقها الأضرار بشكل كبير جدا الإحصاءات الأخيرة كانت تتحدث عن مئات المباني على الشريط الحدودي التي تم تدميرها بشكل كامل وممنهج إضافة إلى الأضرار التي لحقت بألاف الوحدات السكنية هذا الحي كما تشاهدون بأكمله متضرر إما دمرت المباني فيه بشكل كامل أو تضررت بشكل كبير بطبيعة الحال معظم أو الأغلبية الساحقة من سكان هذه البلدة نزحوا عنها منذ بداية الأحداث في الثامن من أكتوبر تشرين الأول الماضي على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مجددا القصف الإسرائيلي ما بعد الهدنة الأولى إنجاز التعبير بات يستهدف بشكل كبير وممنهج المباني السكنية على طول الشريط الحدودي خاصة في القرى الأمامية مثل عيترون وبليدة وكفاركيلة وبطبيعة الحال عيت الشعب الأظهيرة ومناطق أخرى بطبيعة الحال مجددا معظم سكان هذه البلدة نزحوا عنها بسبب القصف المتواصل حتى هذه اللحظة قصف يومي تتعرض له هذه البلدة كما البلدات الأخرى على شريط الحدودي من بلدة عيترون في القطاع الأوسط جنوبية لبنان علي رباح العربي